السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعواته واستنى بسنته واهتدى بهديه لأم الدين وبعد فهذا مجلس المجالس التفسير اليسير أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فما كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا حجة عليكم اللهم أمين مع تفسير بعض الآيات من صورة المائدة مطلعه قول الله تعالى في شأن المسارعين في الكفر من الذين قالوا أمن بأفوهين ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون ومن الذين هادوا قال سبحانه وتعالى في بيان شأنهم وصفتهم سماعون للكذب سماعون للكذب فيها قولان لأهل العلم القول الأول يسمعون منك كي يجذبون عليك إذا لم يلتقوا بك لا يستطعون أن يجذبوا عليك لكن إذا قلوا نحن قابلنا محمدا صلى الله عليه وسلم وقال لنا وقال لنا سيزيدون زيادات فهم سماعون من أجل أن يجذبوا عليك وسمعون أيضا للكذب على الوشي الآخر قابلون للكذب قابلون للأكاذيب قابلون للأباطيل كل باطل يقبلونه كل حق يردونه فذان المعنيان ورداني وقد قدمنا أمرهما بتفصيل في الليات السابقة سماعون للكذب أكالون للسحد سماعون الكذب كثيرون السمع للكذب لا أسمعوا مرة بل سماعون سماعون الكذب أكالون للسحد كثيرون أكل السحد يكثروا من أكل السحد السحد ما السحد قال بعض العلماء السحد كل مال حرام هذا المال حرام الذي يهلك صاحبه مال يدمر صاحبه ومنه قوله تعالى فيسحتكم بعذاب قول موسى عليه السلام وإلكم لا تفطروا على الله كذبا فيسحتكم فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افطره فالسحد شيء المدمر المهلك فالمال الحرام يدمرك ومن الولماء من خصص فقال السحد الرشوة في الحكم السحد الرشوة في الحكم يعني تأخذ أموالا من أحد المتخاصمين كي تقلب الباطل حقا والحق باطلا كي تقلب الباطل حقا والحق باطلا كي تشهد لصاحب الباطل بأنه المحق وتشهد على المحق بأنه مبطل فداخل هذا التفسير الأخير داخل في المعنى الأول أن السحد المال الحرام بصفة عامة ومن أخص هذا المال الحرام المدمر المال الذي يتقاضاه القضاء وتقاضاه بعض الشرط وتقاضاه بعض نيابات وتقاضاه قوم كي يغيروا الأحكام عن حقيقتها يقضوا بالظلم ويقضوا ويقضوا بالجور فقد قال تعالى في شأن اليهود الذين أهدوا سمعون الكذب أكلون للسحد أكلون للسحد كثيرون الأكل للسحد ممكن يأكل مرة يتوب لكن إذا بد له أكله مرة ثانية كما قال الله تعالى في كتابه الكريم فخلف من بعدهم خلف وريث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق ودرس ما فيه والدار الآخرة خير الذين فكالون للسحتي فإن جاءوك أن يتحاكمون عندك فاحكم بينهم أو أرض عنهم النبي كان مخيرا إما أن يحكم بينهم وإما أن يتركهم ويقول اذهب إلى غيري ولا يحكم بينهم لكن هل هذا التخيير نسخ نسخ بقول الله تعالى على رأي فريق من العلماء وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه فمن العلماء من قال إن هذا التخيير للرسول صلى الله عليه وسلم إذ الله قال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نسخ هذا التخيير وأصبح فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ومن الولماء من قال لا ليس هناك نسخ لأن التخيير باقي يحكم بينهم إن شئت أعرض عنهم إن شئت لكن إن حكمت فاحكم بينهم بالعدل أعكم بينهم بالقرآن كذا قال بعض العلماء فالله أعلم قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا لا تخشى من الأراض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصد أي بالعدل إن الله يحب المقصدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصدين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا وفي رواية وما ولوا فالحكم بالقصد يجعل الشخص في مرتبة علية يوم لقاء الله سبحانه وتعالى ويدخل في الأمة التي وصفها الله بقوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة أما القاضيان اللذان في النار فرجل قضى بجهل والثاني عرف الحق وقضى بخلافه والقاضي والقاضي الذي هو في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو الذي في الجنة قال تعالى في شان الهود فاحكم بينهم أي يا رسول الله أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصد إن الله يحب المقصدين فيه إثبات صفة المحبة لله فالله يحب ويبغض ويكره الله يحب ويبغض ويغضب ويكره سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به فليس كمثله شيء هو يسمع البصير لكن نثبت أن الله يحب أقواما إذا الله يحب المحسنين والله يحب المتقين الله يحب المقصدين إذا أحب الله عبد نادى جبريل إن يحب فلانا الأحاديث إلى آخرها كل ذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى قال تعالى وَإِنْ أَحَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِي إن الله يحب المقصدين أن إن قدر وحكمت بينهم فحكم بينهم بالعدل إن الله يحب المقصدين وكيف يحكمونك استبعاد لمجيئهم إليك يا رسول الله أو لمجيئهم إليك مزعنين لحكمك كيف يحكمونك وعندهم الطورات فيها حكم الله حكم الله مبين عندهم فانتبه لماذا أتوك وحكم الله معروف لديهم إنما أتوك يأخذ رخصة إن حكم الرسول بما في الطورات عندهم قالوا لا تقبلوه كما سبق في الآيات السابقة وإن حكم بحكم يخالف عفو إن حكم بحكم كما في الطورات يرفضون وإن حكم بحكم مخالف لما في الطورات ويوافق أو قبلوه قال تعالى وكيف يحكمونك استبعاد لتحكمهم لك وعندهم التوراة فيها حكم الله فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ثم يقول تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور التوراة فيها هدى ونور ونحن كمسلمين في هذا المقام نؤمن بالتوراة على الوجه الذي أخبرنا الله في كتابه وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته نعتقد تمام الاعتقاد أن الله قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بأن نبينا الذين أسلموا الآيات ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقر التوراة فأتاه عليه الصلاة والسلام يهود وما هم التوراة وكان صلى الله سلم جالسا على وسادة فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها فنحن كمسلمين نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربيه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأيضا حذر الله سبحانه وتعالى من الكفر بأي كتاب أنزله الله قال تعالى وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فمن شأننا أننا نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الآخري وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فنحن نوقر الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى قال تعالى في كتابه الكريم وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعَدْنَهُمُ الطَّورَاتُ فِيَا حُكْمُ اللَّهِ ثم يتولون من بعد ذلك من بعد حكمك ومن بعد طلعهم على ما في التوراة وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين ثم قال تعالى مُسْنِيًا على التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور هكذا قال ربنا ونحن نشهد ونقر بما قاله ربنا سبحانه وتعالى إن أنزلنا التوراة وهي الكتاب المنزل على موسى عليه السلام وهل التوراة والصحف الأولى التي منها صحف موجة والألواح مسمى لشيء واحد أم هم ثلاثة أشياء أعني هل موسى عليه السلام منزلت عليه التوراة فقط أم ألقيت عليه الألواح والتوراة والصحف أم من هذه الثلاثة هل هي شيء واحد هو التوراة أم مفرق بينها بكل قال بعض أهل العلم فالله أعلم قال تعالى في كتابه الكريم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور هذا معتقدنا فيها فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار التوراة أنزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم لما مات موسى عليه السلام وكما لا أخف عليكم أن الرسول قال كانت بني إسرائيل تسوسوهم أنبياؤهم كلما مات نبي خلفه نبي فموسى عليه السلام لما مات وجاء بعدهم من الأنبياء من أتوا والذين منهم يوشع ابن نون غلام موسى عليه السلام قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين عندي حقبة حاكموا الناس عن الأنبياء بعد موسى عليه السلام حاكموا الناس بالطورات التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم وهذا وجه تفريق فرق به بعض العلماء بين النبي والرسول قالوا النبي لا تنزل عليه الشرعة جديدة إنما هو تابع للرسول الذي قبله في التشريعات نبينا محمد رسول ونبي إني رسول الله إليكم جميع فالأنبياء الذين من بعد موسى صلى الله عليه وسلم حاكموا بالطورات حاكموا بالطورات كما قال تعالى إن أنزلنا الطورات في هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا فالأنبياء يحكمون بعد موسى يحكمون بالطورات التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام جاء زمانه فأنزل عليه الإنجيل متمما لبعض أحكام الطورة ومستثنيا بعض الأمور قال عيسى عليه السلام وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمْ عَلَيْكُمْ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمْ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بَآتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْطِعُونَ فهكذا قال عيسى عليه السلام جاء بتحليل بعض الأشياء التي كانت محرمة على بني إسرائيل إذن له قال وَعَلَى الَّذِينَ هَدُوا حَرَّمْنَكُ الَّذِي ظُفُرُ وَمَنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ يَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُرُهُمَ أَوْ الْحَوَايَةَ أَوْمَ اختْلَطَ بِعَضْ مِنْ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغِيهُمْ وَإِنَّ الْأَصَادِقُونَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورَاةَ فِي أَهُدًا وَنُورَ يحكم بالنبيون الذين أسلموا للذين هادوا في الأنبياء كلهم كانوا مسلمين كما لا يخف عليكم قال تعالى في شأن نوح عليه السلام وقوله وأمرت أن أكون من المسلمين وإبراهيم عليه السلام يقول الله في شأن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهكذا سائر الأنبياء قوم موسى قالوا على الله توكلنا قوم موسى يقولون ذلك يقول له موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا الآيات فموسى مسلم وقالت ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار أي والربانيون يحكمون أيضا بالتوراة وما معنى الربانيون قيل الربانيون العلماء الذين يعلمون أمور الدنيا أمور الآخرة فيأخذون من أمور الآخرة يأخذون من التوراة ومن العلم الشرعي ما يرشدون به الناس لإصلاح دنياهم وآخرتهم هكذا قال بعض العلماء وقال آخرون من أهل العلم الرباني العالم الرباني الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره أي بالمسائل السهلة ذات الأهمية قبل المسائل الشاقة فالرجل الرباني رجل سهل في تعليم من التربية فهو الرباني يربي الناس بالعلم الشرعي ويبدأ بالمسائل السهلة ذات الأهمية قبل المسائل العويصة التي قد تكون فئدتها قليلة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يحكمون بها أيضا بالتوراة أما الأحبار فهم العلماء وقيل علماء اليهود قالت عليه أيها الذين من هنا كثير من الأحبار والرهبان الرهبان العباد والأحبار الولماء والربانيون والأحبار بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء من الولماء من يطرحوا سؤالا إن الله قال سبحانه وتعالى يحرفون الكلم عن موضعه فلماذا لم تحفظ الطوراة بحفظ الله لها كما حفظ القرآن بحفظ الله له إذ الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم حميد فلماذا حفظ القرآن ولم تحفظ الطوراة مع أن كلاهما كتاب من عند الله سبحانه وتعالى كلاهما كتاب من عند الله سبحانه وتعالى فأجابنا ولمو على ذلك بأن الله تكفل سبحانه بحفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما التوراة فعهد بحفظها إلى الربانين والأحبار فلم يستطيعوا حفظها بل ضيعوا كثيرا منها قال تعالى يحكم بأن نبينا الذين أسلموا للذين هدوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فعهد إليهم بالتوراة فلذلك ما قاموا بها حقاقيا استحفظوا عليها فلم يحفظوها قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء كانوا عليه شهداء كتاب الله هنا التوراة فلا تخشوا الناس واخشوني فلا تخشوا الناس واخشيني لا تخافوا من الناس يعني الإسلام واخشوا ربكم ولا تخافوا من الناس مع شهر اليهود واخشوا ربكم فلا تخشوهم واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما وجه شراء الآيات بالثمن القليل أنت تريد مسألة يقول لك أنت تريد حرام ولا حلال ويكيف الآيات على حسب ما تريد ويألوي لسانه بالتلاوة يوهمك أنه يقرأ الكتاب المنزل من عند الله لإضلاء أنما يفعل ذلك لإضلالك والعياذ بالله قال تعالى في كتابه الكريم يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هدوا والرابنون والأحبروا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني علينا دائما أن نضع دي الآية نصب عيوننا ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا تبدلوا الحرام حلالا من أجل رشوة من أجل حكم جائر تبدلون الحلال حراما والحرام حلالا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ليس في الآية مانع من أخذ الأجر على تعليم القرآن لأن المراد هنا بشراء الآيات بعض الزمن والضمائر ليس تعليم القرآن هذا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تعليم القرآن وتقاضي أجر مقابلة أو في شأن القرآن وتخاضي أجر مقابلة قال عليه الصلاة والسلام حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وذلك في قصة الذي والله أعلم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا لا تبدلوا الحرام حلالا ولا الحلال حراما ولا تحرفون الكلمة عن مواضيعه بسبب عرض زائل ومتاع قليل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والتفصيل وارد في قوله تعالى فأولئك هم الكافرون وكتقعيد المبدئيين أقوله مستعينا بالله إن هناك كفر دون كفر هناك كفر عمل وكفر أعتقاد هناك ظلم دون ظلم هناك فسق دون فسق هناك نفاق عمل وهناك نفاق أعتقاد هناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر فأفصل بعد التفصيل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كثيرون من أهل العلم إن المراد بالكفر هناك كفر دون كفر فإذا كان الشخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقين الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالله اليوم الآخر إلى آخره فهذا كفر هنا كفر عمل ليس كفر أعتقاد ليس كفر أعتقاد ما الدليل على كفر العمل وكفر النعمة وغير ذلك قال تعالى في كتابه الكريم قال تعالى في كتابه الكريم لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد قال بعض العلماء المراد هناك كفر نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء قلن بما يا رسول الله قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير لو أحسنت إلى أحدهن الدهرة ثم رأت منك شرن قالت ما رأيت منك خيرا قطف هذا كفر دون كفر أعني قوله صلى الله عليه وسلم يكفرن الإحسان ويكفرن العشير دل على أن هناك كفر دون كفر وبالله التوفيق وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان في الناس هم أبيما كفر أطعن في الأنساء والنياحة على الميت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في حديثه من ادعى أو كفر به من ادعى أو من ادعى أو من دعى إلى غير أبيه وهو يعلم وقال النبي السباب المسلم في السوق وقتاله كفر فليس الكفر هنا بكفر المخجن عن الملة لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المتلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتل في النار فأفدت بأذية التوطيع أن هناك كفر دون كفر كفر أكبر وكفر أصغر كفر أكبر وكفر أصغر كفر عمل وكفر اعتقاد فهنا الحكم بغير ما أنزل الله إن كان يعتقد أن حكمه هو أفضل من حكم الله المنزل أو يسويه فهو كافر خارج من دين الإسلام أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله لاضطراره لكونه مضطرا ويخفف المفاسد فاختلف حكمه ويكون كفر دون كفر وقد قالت مدرسة ابن عباس في الليات الكريمة ما حصله أن هذا كفر دون كفر وليس ككفر من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير الشر فكفر من حكم بغير ما أنزل الله ككفر الجاحد لربه أو كفر الذي يقول لا ملائكة أو كفر الذي يقول لا أنبياء فهنا تفاوت في الكفر والله تعالى أعلم قد هناك كفر دون كفر فسق دون فسق لفاق عمل ونفاق أعتقاد شرك أكبر وشرك أصغر هذا القواعد ينبغي أن تعلم وأن تتقن قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فليك هم الكافرون فاصل بعض العلماء فقالوا إن كان عن اعتقاد وفعل كفعل اليهود يأتي بالآية يحرفها ويقول هذا حكم الله فيكفر كفر مخجن عن الملة وإن كان يعلم حكم الله المنزل ويقر به ولكنه يقول أنا مستضعف أنا مكره ففي هذه الحال لا يخرج من دين الإسلام والله تعالى أعلم قال ابن القيم رحمه الله ما حاصله إن الله سمى من لم يحكم بما أنزل الله فكافر والرسول سمى تارك الصلاة أيضا العدو الذي بيننا وإنهم الصلاة فمن تركه فقد كفر قال لن نستطيع أن نحيد عن هذه التسمية لكن هناك فارق بين كفر العمل وكفر الاعتقاد هذا مفاد كلام العلماء والله أعلم قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فوليك هم الكافرون فجدير بحكامنا أن يحكمونا بكتاب الله المنزل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة عنه وقد قال تعالى في سورة النور في مطاليها وزانية وزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولتأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر وليشهد عذبهم طائفتم من المؤمنين فإن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر فأقيموا الحدود ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما هذا وإخواني يشيرون إلى أن قضاء الوقت أسأل الله أن يبارك فيما في قناتهم وأن يجعلهم أن نرى تخير وبركة ورجل على الإسلام والمسلمين بارك الله فيها وفي أصحابها والعملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين الله والمشاهدات هذا وأحذر نفسي وإخواني من الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طريق الكفر وكذلك من المذاهب الشردة عن نهجة لسنة والجماعة كالتكفير والتشعر المغيظ والرفض الخبيث والأشاعر والما تريدية والمعتزلة والمرجئة وغيرها من فئة الضلال أسأل الله أن يبارك في القناة وأصحابها والعملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين الله والمشاهدات وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتبه إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته